اخر يسأل امرأة تأتيها العادة الشهرية لمدة خمسة عشر يوما تستمر سبعة ايام او ثمانية ينزل فيها دم حيث اسود منتن وفي بقية الايام يكون اسفر تغلب عليه الحمراء فهل تنزل المرأة للصلاة خمسة عشر يوما كلها ام السبعة ايام فالحي Lead لا حد ليكلم ولا ليأثر على السلحيح اما هلا ليKeلل ولا ليقلب اذا كان يناد veulent يأثر يوم بعضها اسوق بعضها اسفر بعضها احمر لا صلي ولا صلي ولا تشعر حتى تضحر اما اذا كانت حيث ان يأتيها بعد الطهارة كترة صغرة فانه لاعمل عليه كترة صغرة لا عمل عليه ولا تشعر حيضاني فلتصلي وتصوم وتحمل زوجها معصر والكدرة لكن بعد الطهارة نادوا منها من فر كان صهرة وكدرة متصلة بالدم ما بينهما طهارة هذه حيث لا تصلي فيها ولا تصوم أما إذا طهرت على سبعة أيار أو المال أو خمسة مثلا ثم بعد الطهارة المضغوطة جاءها صهرة وكدرة أنا لا عمل عليه ثم أعطيها رضي الله وانا كل ليلة عنده خدرة وصورة بعد أقول شيء يعني بعد ما تأس حيثها عن طهارة واضحة ثم بعد ذلك فيها كرة أو صهرة تتمشع على أعمال نتصني فيها وتصوم وتحمل زوجها وتعمل ما كما لها مستحاضة من النهر بعد دخول الوقت والتحفو من هذا الدم بالقفن والأحوة حتى يزو هذا الدم هو غفظ مثل بور